تاكيد دولي على الحل السياسي للأزمة في اليمن أتى هذا التاكيد هذه المرة من دولة فرنسا التي دعا وزير خارجيتها جان دوريان جميع الأطراف إلى التجاوب مع إنجاز اتفاق سوكهولم الذي لم ينجح بعد في تجاوز عقدة إعادة الانتشار في الحديدة المسؤول الفرنسي أكد خلال لقائه المبعوث الأممي مارتين غريف في باريس على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل قائلا إن بلاده تدعم الجهود الدولية الرامية لتنفيذ اتفاق سوكهولم بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية وكان من اللافت إشارة الوزير الفرنسي إلى سلامة اليمن في إطار حديثه عن أهمية الحل السياسي كحل وحيد وهو ما يعد بتقدير مراقبين تاكيدا دوليا على وحدة اليمن ويمثل رسالة رفض ضمنية على الدعوات الانفصالية التي تجري في المناطق الجنوبية الدعوة الفرنسية لدعم الحل السياسي والحفاظ على سلامة اليمن تزامنت مع انعقاد أول جلسة لمجلس النواب منذ انقلاب سبتمبر 2014 في مدينة سيئون وهو ما يمثل بحسب محللين رسالة دعم دولي وإقليمي باتجاه الرؤية الاتحادية للحل في اليمن كان وزير الخارجية خالد اليماني قد شدد خلال لقائه مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية تاخير اتفاق سكولم مؤكدا على أن السمران التهاون الدولي مع الحوثيين سيقضي على أي فرص للسلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر